لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما محمد الله وبركاته إذن بالنسبة لمكوّن الصرف التحويل للأشبوع الثاني من الوحدة الخامسة الفعل الصحيح تعريفه وأنواعه إذن كنا قد تعرفنا على الفعل الصحيح وأنه هو كل فعل خلى من حروف العلة وقلنا بأن حروف العلة تلاتة وهي الألف والواو والياء وقلنا بأن أنواع الفعل الصحيح تلاتة وهو الفعل السالم أي ليس به همزة ولا تضعيف والفعل المضاعف أي أن أحد حروفه مشدد أو مضاعف فوقه شدة أو قلنا النوع الثالث وهو الفعل المهموز وهو كل فعل يحتوي على حرف الهمزة في أحد حروفه سواء في الأول أو في الوسط أو في الآخر إذن كتتمة لذلك الدرس سنحاول أن نتعرف عن الفعل الصحيح ونميز بين أنواعه التلاتة إذن في الفقرة الأولى سنحاول أن نلاحظ ونكتشف الجمل التالية أخذ النجار مقاص الطاولة سأل الأستاذ عن طرق المحافظة على الغابة تنشأ الأشجار في الغابة إذن بالنسبة للسؤال الأول أقرأ الجمل وأستخرج منها الأفعال إذن في الجملة الأولى أخذ النجار مقاص الطاولة إذن الفعل هو أخذ لأن هذه الجملة جملة فعلية وهي تبتدأ بالفعل إذن الجملة الثانية سأل الأستاذ عن طرق المحافظة على الغابة إذن هذه جملة فعلية تبتدأ بالفعل سأل وكذلك الجملة الثالثة تنشأ الأشجار في الغابة إذن هذه الجملة جملة فعلية تبدأ بفعل تنشأ إذن سنحاول أن نضع هذه الأفعال في الجدول التالي إذن الفعل أصله أي ماضيه إذن الفعل الأول أخذ وهو فعل ماضي إذن أصله أخذ الفعل الثاني سأل وهو في الماضي إذن أصله الفعل سأل هو سأل والفعل تنشأ أصل هذا الفعل في الماضي هو ناشاء إذن نلاحظ في هذه الأفعال وجود حرف الهمزة إذن في الفعل الأول في بداية الكلمة وفي الفعل الثاني في وسط الكلمة وفي الفعل الثالث في آخر الكلمة إذن سؤال الثاني ألاحظ الحروف الأصلية للأفعال وأذكر ما هو المشترك بينهم إذن لدينا ثلاثة أفعال أخذ سأل ناشاء وكل هذه الأفعال تحتوي على حرف مشترك وهو الهمزة وقد جاء في مواضع مختلفة جاء في بداية الفعل وفي وسطه وفي آخره إذن أخذ هذا الحرف الهمزة ثلاثة مواضع في الأول وفي الوسط وفي الأخير إذن ألاحظ الأفعال إذن بالنسبة للسؤال الثالث ألاحظ الأفعال وأضعها في الجدول إذن الجدول يحتوي على ثلاثة خانات حرف الأصلي الأول همزة في بداية الفعل أو بداية الكلمة الحرف الهمزة في وسط الكلمة والحرف الهمزة حرف أصلي في نهاية الكلمة أو في آخر الكلمة إذن بالنسبة للفعل الذي يحتوي على الهمزة في أول الكلمة وأن يكون هذا حرف الهمزة أصلياً أي أن نعيده إلى الماضي إذن أخذ حرف الهمزة يوجد في بداية الكلمة كذلك بالنسبة للفعل الساءلة فحرف الهمزة كما نلاحظ يوجد في وسط الكلمة والفعل الأخير نشاء فهذا الفعل يحتوي على حرف الهمزة في آخر الكلمة وهذه الحروف الثلاثة للهمزة فهي حروف أصلية في الفعل أصلية في الفعل وإذا أردنا أن نعرف هل أحد حروف الفعل حرف أصلي أم لا مثلاً نأخذ فعل أخذ مثلاً نحذف هذا الفعل هذا الحرف ونقرأ إذن خذ هذه الكلمة ليست موجودة في اللغة العربية إذن هذه الهمزة هي أصلية في هذا الفعل كذلك لنعرف هل الحرف دال حرف أصلي في هذا الفعل نقوم بحذفه ونقرأ آخر آخر إذن هذه كلمة غير موجودة في اللغة العربية لذا فإن هذا الحرف حرف أصلي إذن دائماً إذا أردتم أن تعرفوا هل الفعل حروفه أصلياً نقوم بحذفها إذا اختل المعنى فهذا الحرف حرف أصلي وإذا لم يختل فهذا الحرف ليس حرف أصلي إذن سنحاول أن نقرأ الاستنتاج الفعل الصحيح هو كل فعل يكون أحد حروفه الأصلية في الماضي إذن دائماً نعيد الحرف إلى الماضي ونرى هل الحروف التي بقيت حروف أصلية أم حروف زائدة وقلنا الفعل الصحيح الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة يسمى فعل مهموز دائماً قلنا في الدرس السابق أنواع الفعل الصحيح ثلاثة سالم ومهموز ومضعف إذن يتضمن الهمزة في أوله إذن أخاذ أكل وفي وسطه سأل سائمة وفي آخره يتضمن همزة في آخره نشاء لاجاء باداء قراء إذن كل هذه الأفعال لها حرف في آخر الكلمة إذن سنمر الآن إلى الفقرة الثالثة وهي فقرة أطبق إذن أكتب على لوحة جملة فعلية فعلها أولاً الجملة الأولى فعلها صحيح والجملة الثانية صحيح سالم والجملة الثانية صحيح مضعف والجملة الثالثة صحيح مهموز إذن بالنسبة للجملة الفعلية الأولى التي فعلها صحيح سالم كتاب التلميذ الدرس إذن الفعل كتبه هو فعل سالم أي ليس فعلاً مؤتل أي خالي من حروف العلة الألف والو والياء وكذلك ليست فيه همزة ولا تضعيف إذن فعل كتب فعل سالم صحيح سالم بالنسبة للفعل الثاني صحيح مضعف أي أن أحد حروفه مضعف رد الجار التحية وبالنسبة للجملة الثالثة صحيح مهموز سأل التلميذ الأستاذ إذن سأل فعل صحيح مهموز إذن بالنسبة للسؤال الثاني أذكر ثلاثة أفعال مهموزة الفعل الأول الهمزة في أول كلمة الفعل الثاني الهمزة في وسط الكلمة والفعل الثالث الهمزة في آخر الكلمة أو آخر الفعل إذن ثلاثة الأفعال المهموزة وهي الهمزة في أول الكلمة أنجازة الهمزة في وسط الكلمة سائلة سائمة والهمزة في آخر القراءة باداءة ناشاء إذن كل هذه الأفعال تحتوي على الهمزة في آخر الكلمة أما بنسبة السؤال الثالث أملأ الجدول بهذه الأفعال الفعل الأول يأمر ماضي هذا الفعل أمار إذن الياء في بداية الفعل هي ياء المضارعة وليست حرف من حروف العلة إذن آمار يائس إذن هذا فعل معتل لأنه يحتوي على الياء إذن فهذا ليس فعلا صحيحا أقطع لفعل قاطع لفعل قاطع حدادة حدادة إذن هذا فعل صحيحا مضعف لوجود الشدة فوق حرف الذال مادة إذن هذا فعل صحيحا مضعف تكتب لفعل كتابة بطوء لفعل بطوء في الماضي إذن وجود الهمزة في آخر الكلمة على الواو إذن سوف نحاول أن نكتب هذه الجمال في هذه الأفعال في الجدول التالي إذن في الخانة الأولى الفعل الصحيح هي هما الفعلان قاطعا وكتابا وبالنسبة للجملة للخانة التانية الفعلان الصحيحان المضعفان هما حدد ومد دائما فاشتلقا الفعل فوقه شدة فهذا فعل مضعف فوق أحد حروفه شدة فهذا فعل صحيح مضعف إذن بالنسبة لخانة التالتة صحيح المهموز هو لفعل آمار يأمر ماضيه آمار إذن هذا فعل مهموز وبطوء إذن هذا فعل مهموز لوجود الهمزة في آخر الكلمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر